بعد أيام بالتحديد كده يعني بعد حوالي 3-4 أو 5 أيام هتحتفل أو هيحتفل بعض الناس بعيد الأم وعايزين نقول يا جماعة دينا أعظم من كده ألف مليار مرة إسلامنا إسلام الكرم والجود والعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى عمر الإسلام هيبخل على الأم بأنه يحرمها من البر 365 يوم في السنة ويجي في اليوم 365 ويقول لها هو ده بر الأم والأب هو ده بر الوالدين في يوم فقط نحصر البر في يوم عيد الأم إسلامنا خللنا عيدين فقط عيد الفطر وعيد الأطحى وعيد الأم مالوش أصل في الإسلام وده ليه عشان ما نظلمش الأم المسكينة وإحنا خدنا الموضوع ده من الغرب الغرب لأن أصلا فيه ما بينهم جفاء لا يخطر على قلب بشر ويمكن إحنا لما سفرنا بر أمريكا والدول التانية لقينا إن الأب والأم بعد سن أولادهم لما بيبلغ سن الخمستاشر سنة خلاص الولد بقى حر في حياته والبنت حر في حياتها والكل بيبعد عن الكل وبعدين إياه دوب في يوم عيد الأم اختاروا يوم عشان يجمعوا الأسرة وعليشان الأبن يروح يسلم على أم وابوه والبنت تروح تسلم عليهم فاختار يوم 21 مارس علشان الأبن يروح مرة في السنة يسلم على أمه ويجب لها هدية ويقدمها وهو ده بر الوالدين عندهم إحنا إسلامنا أعظم من كده ألف مليون مرة إسلامك أخوي وحبيبي واعتز أن أنت راجل مسلم واعتز أن أنت مسلمة إسلامنا بيوجب علينا بيوجب واجب علينا فرض وبيوجب علينا أن احنا نبر الأم والأب طول عمرهم وطول أيام السنة وليل ونهار وفي كل لحظة بنبر الأم والأب وحتى بعد موت الأم والأب برضو بنفضل نبر الأم والأب ونعمل خيالات كتيرة هتسمعوها النهاردة فبر الأم والأب لا يختصر على فقط يوم 21 مارس لا ده بر الأم والأب بفضل الله ومش الأم وبس ما الأب ليه دور كبير جدا أي نعم حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك والأم ليها ثلاثة ربع البر والأب ليه الربع الباقي لكن عايز أقول أن مهما كان برضو السنة كلها لازم تكون بر للأم والأب ولازم نكرمهم ونزود جرعة الحنان للأم شوية أي نعم حقها طبعا الأم تعبت وشئيت عشان الأولاد وليه ربنا اختصها بتلاثة ربع البر والنبي على السلام قال أمك ثم أمك ثم أبوك لأن هي يعني بتلبي مع الأب وبتتعب مع الأب لكن انفصلت عنه بتلات حاجات هي اللي تعبت فيها لوحدها الحمل والرضاع والتربية تلات حاجات تعبت فيهم جدا جدا وهي بتتعب في التربية أكتر من الأب بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الأب مشغول بلقمة العيش الله يكون في عون الأباء خصوصا في الزمن بتاعنا ده فالأم شيلة الحمل كله شيلة الشيلة كلها زي ما بيقولوا ولما بتكون الأم ماشى الله مربية يبقى فعلا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي يبقى إذن الإسلام أوجب علينا إن احنا نبر الأم والأب طول السنة وطول العمر وحتى لو ماتت الأم ومات الأب بيستمر البر وهتشوفوا إزاي نبر الأم والأب بعد الموت بست حاجات هنذكرهم في آخر الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية إن أحيانا بيحصل مش أحيانا ده كتير بيحصل تجريح لناس كتير جدا اتحرمت من الأم والأب ويا ما شفت ناس في يوم 21 مارس لما أدخل أسلم على واحد منهم قال إيه عمال بيبكي خير يا سيدي أو خير يا أمي أو خير يا فلان يقولوا الله سبحان الله اليوم ده بيقلب علي المواجع بفتكر أم اللي ماتت وبفتكر إن أنا اتحرمت منها وبفتكر إن أنا أصبحت بلا أم فكل لما يجي اليوم ده أتذكر إن أنا مليش أم سبحان الله والإسلام عمره ما يبني سعادة حد على شقاء حد وعمره ما يبني فرحة حد على حزن حد علشان كده بنقول البر يا جماعة بيستمر العمر كله وبيستمر طول السنة علشان كده بعض الناس بيقولوا طب يا شيخ إحنا برضو بنتحط في موقف محرج وأنا معاكم والله فإحنا بيتحط بعض الناس في موقف محرج بيقول لي الأم أو أمه يعني لما بيجي يوم عيد الأم بتشوف يعني كتير من الأمهات بيجي لهم هدايا وفيه يعني شيء من الفرحة ويدخال الفرحة عليها بيقول وأنا مش عارف أعمل إيه مع أمي وبخاف وبتزعل مني وبتقول يعني يا ابني مستخسر فيها حتة هدية في عيد الأم أقولك نخرج من الخلاف ده كله إحنا قلنا بنحتفل بأمنا طول السنة عشان يبقى الكلام واضح ما بقولش عيد أم لا بقول بنحتفل بأمنا طول السنة لكن ممكن نخرج من الخلاف ونعمل حاجة كويسة قوي نيجي قبل عيد الأم بأيام أو بأسبوع أو غير ذلك ونجيب هدية حلوة جدا للأم ونقول لها يا أمي سامحين يا ستة كل أنا ما بحتفلش بعيد الأم لأن أنا جوايا بحتفل بيك العمر كله يا ستة الكل أنت ما ينفعش أحتفل بيك يوم وأسيبك السنة كلها أنت على راسي من فوق طول السنة وطول العمر وبعد العمر يا ستة الكل ودي هدية بسيطة لأنني مش هقدر أجيبها لك في يوم عيد الأم ويبقى أنت كده راضيت أمك وبرضو تجيب هدية لأبوك مش الأم وبس هات هدية لأمك وهات هدية لأبوك وقدمها قبل عيد الأم بأيام أو بأسبوع وقل لهم معلش يسامحوني أنا ببحتفلش باليوم ده لكن أنا بحتفل بيكم العمر كله ودي هدية عشان ما نكسرش قلب حد فيكم بأننا في اليوم ده وات محدش يقدم حاجة أنا بقدمها لكم مسبقا يبقى خرجنا كده من الخلاف ترجمة نانسي قنقر